السلام عليكم في قناة حبة كاراز اليوم سنحضر معكم الضغميرة الخاصة بالرفيسة المغربية نبدأ على بركة الله نحتاج في هذه الرفيسة كاس الزيت اللي لا نضيفه حتى تغلالنا الطنجرة عندنا هنا الحلبة اللي مرقدة مسبقا في الماء ليلة كاملة عندنا الملح وعندنا البزار وعندنا العطرية الخاصة بالجج معلقة كبيرة ديال المرزية ديال الدجاج وعندنا كذلك معلقة كبيرة ديال الخرقوم ومعلقة كبيرة ديال سكينجبير وفصوص جوش فصوص ديال التوماء اللي كتخليوهم كيف ما كتشاهدو في الفيديو وخمسة ديال الحبات ديال البصلة من النوع المتوسط انا ديجا وجدت الدجاج وشرملتو بهد العناصر اللي موجودة قدامكم وجدتو مع الليل بش هكا كتدخول في الشرمولة معا دا خليت غير الحلبة مادرتهاش وفصوص ديال التوماء تاوهما كدريك مادرتمشو والبصل باش هكا كتشرب مزيان ما كانش عندكم الوقت ماشي مشكل تقدرو استعملو مباشرة بدون انكم تشرملو الجاج هنيا غادي ناخدو طنجرة ديال الضغط غادي نديرو فيها الجاج ديالنا اللي انا شرملتو مسبقا مع الليل كي ما قلت لكم ماشي مشكل انكم ما تشرملوش طال الصباح مولا قداش ما باتيتو جدوه هنا كنزيدو البصل ما كنزيدوش الزيت باش هكا كتدخلنا العناصر في بعضياتها لان الزيت كيمناع الجاج انه يمتص العطرية غا نسدو عليها ما غا نزيدوش الزيت كي ما اذكرت غادي نسدو عليها واحد تقريبا واحد عشر دقايق علما كينزلنا ديال دك البصل كيف ما كتشاهدو هنا را هكا الطيب بدون زيت هنا كنزيد دك كسد الزيت وكان عاود نزيد معها شوية ديال الماء حتى كنغبي دك الدجاج انا هنا دجاج قسمتو طريفوت باش هكا كي طيب ضغية ضغية وكتدخل فيها مزيان شرمولة كيف ما كتشاهدو انني هناك نغطي الماء مزيان دك الدجاج باش هكا كي يجي حساب من بعد ما غاش نزيد الماء نهائيا ما غاديش نزيد الماء غا نسد عليه تقريبا دجاج البدي كي يشد تقريبا هكا عشرين دقيقان الساعة ديال الطيب على النار متوسيطة هناك نحرك باش كنا نضمن ان الباصل والماء دخلت جميع القنوطة كما ذكرت ان الماء سوي يغطي دك الدجاج باش من بعد ما غاديش نزيدو له قاع الماء غادي طيب في هاد الماء هادا ديالو حيت جاج مني كتب دك تزيدو كل مرة الماء كي يبسل شي شوية انتم غاديشوفو من بعد كيفاش كي غاديشي حساب ها وهنايا كيفا كاتشوفو وخاكي بلكم الزيت من الفوق لان الزيت كي يطفون فوق الماء يرا فيها الماء من تحت من بعد ما غاديش نحرك بواحد المعلقة وانتم ما غاديشوفو كي باش انا كينا المرقع من الداخل وملبيا كيفا كاتشوفوها في الصورة ملبيا بيدوني مازلت الماء بالزيب غير الماء اللي يطف فيه كيف ما كاتشوفو انني تنجرة ما كنحركش فيها بزيب شها كاتشوفو ما ديالي ما كاتتحلشو ودجاج كدليك تهو ما كيتحلشو معايا كي بقى شاد شاد الفورما ديالو هادي اندوزو باش غادي موجودو الكاشير اللي كيتمشاء مع هاد لاصوس هنايا عدنا الكبدة وعدنا تلساد البيضات وراس الحانوت ومروزية دجاج والملح وماعد نوس بالكترة وشوية ديال القصبر وثلاثة فصوص ديالتو كي ما اذكرت غادي نطحنوهم مجموعين حتى كنحصلو على واحد الخالد اللي عندها هناي البلاستيك اللي كي يسلقو فيه الكاشير تقدر تعتمدو انا كنحاول انني من اي فيتيه ما نسعملوش بزاف كندير واحد لاميطود اللي غادي تشوفو هنا في واحد في الفيديو هنا يا كنوجد واحد القيمع من كاغطة الزبدة او لورق الزبدة كنلوي عليه طبي اليمينيوم باش هكا يبقى محافظ على الحرارة ديالو وكنطيبو غيف الفران كيف ما غادي تشاهدو ها هو القيمع اللي وجدت باش هكا كان تفادى البلاستيك وكيبقى صحي والاليمينيوم كدلك لانه غير مفيد للصحة بهالطريقة هدي كتجنبو انكم ديرو الاليمينيوم كيف ما كتشاهدو وغادي نخوي فيه بشوية بشوية حتى كتعمروه ومبعد كتسدوه انا ديجا سديته هنا مو سباقة من التحت ومني غايا عمر من الفوق غادي نسدو كدلك هنا مبعد ما طاب كيف ما كتشاهدو ورق زبدة كيكون شوية صحي على الورقة اليمينيوم والبلاستيك انتم هنا رمزال سخون يلا خرجتو هتشوفو كاشر كيفاش كيجي كيجي زوين وصحي اللي عندو مثلا نقص في الحديد وهذا مزين جدا جدا للهم انا غادي نقطع معاكم واحد المرسوب باش تشوفو كيفاش كيجي كيجي على شكال كاشر وشد راسو يمكن لكم تزينو به رفيسة ديالكم نتمنى ان الفيديو يعجبكم ويلا عجبكم وزربتو هالطريقة ها دي ما تبخلوش عليها بلايك وشكرا اشتركوا في القناة